عملا لكم نهاردة حباب قلبي صوبة يا بزينا بكده بطريقة سهلة و جميلة خالص مش هتاخد مننا وقت وتطلع معانا نتجتها مضمونة زي ما احنا شايفين دلوقتي حاجة كده يعني لزل عنا حاجة كده مع السلة زي الناس العسل اللي هتشاهد الفيديو ان شاء الله دلوقتي شايفين يا حباب شاربة من العسل بتاعها ازاي ودابة من جوه ومستوية كويس كده واخدة لون وقرمشة جميلة كده من بره اتمنى يا رب الطريقة صوبة عزينا بتاعجبكم واتمنى لكم مشاهدة سعيدة ولو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسنش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها معاكم موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حباب اعمل ايه يا رب تكونوا بصحة بخير ضمن يا رب العالمين اللهم صل واسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هنعمل نعرض مع بعض حبايبي كده صوبة عزينا بالطريقة جميلة وسهلة من بعض الفيديو ده اوعبكم ان انتم مش هنشتروها من بره خالص هنعملها طريقة مطمونة وسهلة وبسيطة هتكلم معانا ازي صوبة عزينا باللي بنجيبها جهزة من مره وان شاء الله لو عجبتكم بقى وصفة صوبة عزينا بالنهاردة لا تنسنش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها معاكم يلا بينا بقى نشوف وصفتنا الجاملة هنعملها مع بعض ازاي هنبتدي كده يا حبابي نعمل كده المحلول مع بعض معانا كوبايتين سكر وكوباية مية طبعا محلول صوبة عزينا بيحب المحلول يكون تقل شوية يفضل يكون تقيل طبعا لو هنزود الكمية فهنضاعف المقدار المحلول ده اللي هو يبقى 4 كوباية سكر وكوبايتين مية هديهم كده تقليبة تقليبة كده اه ضوب السكر شوية قبل ما ارفع على البتجاز كده يا حبابي حطت المحلول على البتجاز وضعفت المقدار شوية لان انا بحب بيكون عندي محلول او صيرة متوفرة في التلاجة عندي وقت ما يكون عايز اعمل اي حاجة مسكرة بيكون عندي محلول موجود يعني ده كده بعد ما المحلولي حبيبي يغلي حوالي عن سبع دقيق هبتدي اللي انا ادي له عصرة اللامون دي علشان اله بيعني بتقل معنا المحلول بسرعة بتخلي المحلول يعقد بسرعة او يتقل وفي نفس الوقت ما يكونش مسكر قوي هدي تقليبة وتدي اللي انا اضيفها عليه بكة فانيليا يعني المحلول بياخد له علب تجاز حوالي من اتناشر دقيقة لحوالي خمستاشر دقيقة كده لحد ما يوصل معنا للقوام اللي هو التقيل معنا ما قدير بقى العجنة بتاعتنا او صابع زنب كباية سكر نصو كباية مية مع لقتين كبار سمنة مذابة مع لقتين كبار سمية سمية بسبوسة وبكة خميرة فورية طبعا لو احنا في الصيف هنحط معلقة صغيرة من الخميرة الفورية بس علشان انا بعمل الوصفة دي في الشتاء فهحط البكة على بعضه البكة حوالي عن معلقة كبيرة ضفت كده الدقيقة على المعلقتين الكبار اللي هو السمية وديتهم تقليبة كده مع البكة الفانيليا وهضيف معلقتين الكبار السمنة المذابة وهدمجهم في بعض كويس بالشكل ده كده ممكن نستخدم زيت لو مش حابين نستخدم السمنة بس يفضل السمنة بتدي تعمي جميل خالص لصوابها الزينب كده حبيبي المكونات اندمجت في بعضها بقيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده هبتدي اللي انا اضيف المية بس بالتدريج مش هحطها كلها لحد ما شوف العجينة هتاخد كمية المية كلها ولا لأ طبعا هي العجينة المفروض تكون لينة كده طرية لحد المية يعني ولا نشفة قوي ولا هي طرية جامد تبقى لينة في ادينا وقوامها ناعم كده ملمسة ناعم معينة هفضل اعجين فيها كده لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزها وهي ما اخدتش مني كمية المية اللي انا هحطها لها نص الكباية فقط شوية صغيرين كده هفضل اعجين فيها بالشكل ده لحد ما توصل معي للقوام اللي انا عايزها بالشكل ده كده ولو حاسنا اللي هي عايزها شوية دي ممكن نزودها شوية دي صغيرين شوية ما صغيرين بصت معي حبابي للقوام اللي احنا شايفينه دلوقتي ده كده هبتدي اللي انا عطاحها قطع صغيرة علشان اشكلها طبعا لو عندنا مشت مسلا للحلويات بتاعة المطبخ ممكن نستخدمه لو مشت نظيف يعني نستخدمه نشكل بها يعني يعني يدينا الشكل اللي احنا بنعمله به بس انا عملتها باللي هي المصفى بتاعة المقليات وكده يعني اي شكل احنا نفضله سواء مشت او المصفى زي كده نشكل بيها اي حاجة انتم تفضلوها يعني اللي هي تدينا الشكل ده طبعا الحجم زي ما انتم حابين حابين تعملوه حجم وسط حجم كبير بس انا حابيت اعملها معاكم حجم وسط كده بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي وطبعا ايا ما بتخمرش احنا ادو بنشكلها وبنحطها نحمرها في الزيت على طول بالشكل ده كده يا حبيبي انا عاملها حجمها وسط كلها بالشكل ده كده وده طبعا اختيار كل واحد على حسب زوقه بقى طريقتها سهلة خالص وجميلة ما بتاخدش مننا وقت وفي نفس الوقت يعني مش مكلفة ما تدير كلها بسيطة خالص بالشكل ده كده وطبعا لازم يكون زيت يعني زيت يكون ساخن كويس ونحطها في الزيت اول ما هنحطها في الزيت هتاخد تحميرة خفيفة كده من سخونية الزيت ونبتدي اللي احنا هنهد النار خالص ونحمرها على نار هادية بحيس اللي هي تبقى متحمرة من بره وفي نفس الوقت مستوية من جوه كده ومقرمشها خلاص يا حبيبي خلصت الكمية كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده هحمرها كده في الزيت طبعا زي ما احنا شايفين الزيت يعني سخن جامت بس بتديت اللي انا هد النار شوية بقت على نار هادية خالص علشان ما تتحروقش مني يعني تبقى متحمرة من بره ومن جوه مع الجينة يعني وطرية ونحطها على الجنب اللي هو اللي هو عشان ما يتفتحش مننا وكده الجنب اللي احنا نقفلينه بالشكل ده كده وهتدي اللي انا اقلبها الجهة التانية ووقتي ما حس اللي هي تحمرت شوية هتدي كده اقلبها دلوقتي كده حبيبي طبعا حجمها بيتضاعف شوية في الزيت فهي وفضل اللي احنا ما نكبرش حجمها قوي بس ده طبعا برضو اختياري بس اهم حاجة تكون النار هادية وهو بيتحمر وهو بتتحمر على البتو جهازة عشان ما تاخدش لون من بره زي ما قلنا ومن جوه طبعا مع الجنة وكده ده المحلول يا حبيبي بعد ما زيبته برت خالص شايفين الكعون بتاعه تقيل ازاي لازم يكون المحلول يكون ساقة وصابع زنب تكون سخنة يدوب بس انطلحها من الطاست الزيت على المحلول او السيروم ولازم يكون زيت كويس عشان رحيتها تبقى كويسة وهنحطها في المحلول ده حبيبي حوالي يعني عشر دقايق من عشر دقايق لخمستاشر دقيقة كده بحيس اللي هي تتشرب من المحلول كويس وطبعا المحلول ده كله يعني هيفض منه بس انا حبيت زي ما قلتلكم كده لانا ضاعف المقدار شوية يعني احنا لو هنعمل كمية دي كبايتين سكر على كباية مية هيكفوا معانا كمية الصابع زنب اللي احنا عمليم بس انا ضاعفت المقدار آآ اللي هو بتاع المحلول ده هعطيت اربع كبيات سكر عليهم كبايتين مية وزي ما احنا شفنا كده هادي تقليبة كده وهو في الطبق ده وهسيبه بقى حوالي عن عشر دقايق او ربع ساعة كده لحد ما يتشرب من المحلول كويس ونرجع نطلحها في مصفه ولا في حاجة نصفها من العسل اللي هو اللي زيد او المحلول الزايد اللي في الصابع دي ونرجع بقى نحطها في طبق التقديم ونشوف بقى اثناء التقديم بقى يبقى شكلها عامل ازاي ده حبابي صابع زنب بعد ما صفتها من محلول بتاعها شايفيني حبابي عمال بقى خبط على الطبق بيها اللي هي يعني ارمشة كده من برا وشرب عسل من جوه ودايبة دوابان كده جميلة خالص آآ اتمنى مشاهدة سعيدة بقول لكم بقى ما تنسونش باللايك باللايك سماللايك على الوصفة الجميلة ديت